تمكنت قوات الرد السريع المتجحفلة في المحور الشرقي لتلح صيب الشرقية والسجارية من إحباط هجوم تعرضي لتنظيم داعش صباح اليوم وقتلت العشرات من المسلحين وأحرقت عجلة تحمل رشاشة أحادية إضافة إلى تدمير أوكار لهم داخل البساتين والدور المهجورة بعد قصفها بالقذائف الثقيلة وصعينا هجوم قول يوم الحمد لله صدنا الهجوم هذا وبكل أمكانياتنا وأسلحتنا الثقيلة والخفيفة والحمد لله رديناهم والحمد لله هذا يومك أحصيب الشرقية إن شاء الله بيدنا وإن شاء الله نخلص الرمادي من أعوان دول الداعش الكلاب صدينا لتعرض داعش هجوم في أحصيب الشرقية تعرضوا وقتلنا منهم العشرات من داعش اللي نذال وبحيل الله وإهل البيت إن شاء الله متقدمين ونقدم الأزياد ومثل ما صارت ستتعرض جدانكم وصدينا لهم وحرقنا لهم سيارة حاجة لبيكم حاملة حادية 14 تعرضات تحصل يومية يعني عدنا وقتلنا العشرات من عدهم يعني لو تلاحظت تصعد عدتل وشوف بيوتهم جثث مليانة فيما أكد المقاتلون وصول الحجد الشعبي إلى الجسر الياباني شمال منطقة الخالدية وتحريره من مسلحي داعش ليشكل نقطة انطلاق لتحرير مناطق حصيبة والسجارية باتجاه مدينة الرمادي الآن على تلة حصيبة الشرقية في منطقة الخالدية والآن قبل قليل تم صد لهجوم داعش وإن شاء الله النصر قريب وحزمونا على التقدم والانتظار ساعة الصفر والآن ننتظر الحجد الشعبي وهو مقابلنا على جسر الياباني وانتظر الآن ساعة الصفر للهجوم أولا مسلح كتنا ثمانية وحركنا سيارات من عدهم وإن شاء الله ما يقدرون أخواننا حيز الشعبي على جسر الياباني مقابلنا وتحدث قادة الميدانيون عن التنسيق المشترك بين القوات الأمنية من الشرطة الاتحادية والرد السريع والقطعات العسكرية والفرقة الذهبية والعشائر المساندة لها والتي ما تزال متجحفلة بخطوط صد دفاعية في المحور الشرقي للرمادي لافتين لاستكمال كافة استعداداتها القتالية وإنهم بانتظار الأوامر لشن عمليات تحرير الرمادي وضرد داعش منها بدأت قطعاتنا بسبب التنسيق العالي والمعنويات العالية اللي عنده أبطال الشرطة الاتحادية والرد السريع والحجد الشعبي بدأت تعرض مانا على داعش ويوميا جاي نكبدهم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات نحن من نبادر بالتعرض عليهم نحرق عجلاتهم أو نقتل منعدهم يريد علينا بالنيران بس إن شاء الله غير مأثرة عمر العبيدي الحرة